بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأشكرك أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وأرسلت لنا يا رب نبيا حمل راية السلام وأنبياء ورسل دعوا إلى السلم والسلام ورضوان الله على آل وأصحاب نشروا بيننا الأمن والإيمان بكل حب وسلام فاجزهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين أيها الأحبة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الحروب والاقتتالات بين الناس وكثر فيه أدعياء الجهاد والقتال وكثرت فيه دعاوى الانتصار والانهزام أعود لسر الخلق وبدء الخليقة هل خلقنا الله في هذا الكون ليقتل بعضنا بعضا وهل أوجدنا لنتدافع قهرا وإذلالا لبعضنا البعض وهو القائل سبحانه ولقد كرمنا بني آدم هل أوجد الله الإنسان في هذا الكون لمهمة غير مهمة السلام والأمان والسعادة وليعود بعدها إلى دار اسمها دار السلام وهل سمى الحق نفسه بالسلام إلا إشارة إلى أن السلام هو رسالة الأنبياء جميعا في الكون حين أتطلع على القرآن الكريم فأجد ما من نبي إلا ألقي عليه السلام سلام على إبراهيم سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وحينما آتي لكلمة السلام والسلم وأجدها تكررت في القرآن أكثر من مائة وثلاث وثلاثين مرة تقريبا كلمة السلام والسلم والأمن ثم آتي إلى كلمة الحرب كم تعتقدون أن كلمة الحرب مرت في القرآن مقابل السلام والسلم مقابل مائة وثلاثين أو ثلاث وثلاثين مرة مرت كلمة الحرب خمس مرات فقط من أول القرآن إلى آخره بينما مرت كلمة السلام أكثر من مائة وثلاثين مرة السلام والسلم والسلم فمرت متكررة وفي كل مرة كانت نتائج السلام مسمرة وفي كل مرة ورد فيها الحرب نتائجها دائما مظلمة وأعلاها قول الله تعالى كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله أطفأها الله بماذا؟ أطفأها الله بنوره وبسلامه الذي أوجد الإنسان من أجله لذلك ما من نبياً في الكون نشر دينه بالحرب ما من نبياً في الكون أمر الناس أن يدخلوا دينه بالحرب إنما كانت الدعوة إلى الدين دائماً محورها السلام فانظر إلى سيدنا نوح عليه السلام هل أعلن حرباً في حياته على قوم بقي بينهم تسعمائة وخمسين سنة وقال رب إني دعوت قومي ليلة ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا مع هذا ما أعلن حرباً عليهم ولا هيأ جيشاً ضدهم ثم تعال إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما التقى مع ذاك الملك الذي قال أنا أحي وأميت الملك قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت الله هو الذي يحي ويميت ثم قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أي بالعقل لا بالحرب ثم تعال إلى سيدنا موسى عليه السلام الذي حشد له فرعون جنوده في الأرض وحشر له من يريد أن يقاتله فهل قاتلهم سيدنا موسى أبداً خرج ولم يقاتل وسيدنا عيسى هو الذي يسمى رسول السلام والمحبة حينما أرادوا قتله وأرادوا صلبه وحاولوا ما استطاعوا أن يبيدوا عقيدته قابلهم بسلام ولكن حينما تأتي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتقول لي نعم إنه حرب فأسألك هل درست حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيته يوماً بدأ حرباً في الكون؟ أبداً فتعال إلى شهر رمضان الذي تسمونه أو يسميه الناس شهر الجهاد ويظنون أن كلمة الجهاد تعني القتل والاغتتال وليس الجهاد هو الانتصار على النفس أولاً والانتصار على المجتمع بالسلام فنظن أن الجهاد هو القتل كما الآن ينتشر في العالم ولا يعلمون أن قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا فالفلاح مجاهد والعامل مجاهد والأم التي ترضع ولدها وتربيه مجاهدة وهذا ما قاله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حينما مر به رجل قد امتلأ في الشباب قوة وشكيمة وعزيمة فقال الصحابة لو أرسل هذا أو لو ذهب هذا إلى الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن كان يسعى على عيال ليعفهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على زوجة فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله فطالب العلم في سبيل الله حينما يخرج لطلب العلم هو خارج في سبيل الله لماذا حددنا كلمة سبيل الله في القتل والاقتتال وجعلنا الجهاد هي بدل الجهد في قتل الآخر مع أن أصل الكلمة بدل الجهد في حياة الآخر لأن الله تعالى جعل هذا الكون كله قائم على السلام فإذا جئنا إلى غزوة بدر التي هي أول معركة بين المسلمين وبين المشركين من كفار قريش لماذا كانت هذه المعركة وهل بدأ النبي حربا معهم تصوروا أيها الأحبة مدة ثلاثة عشر سنة حاربوه في مكة وصادروا ماله ومال أصحابه وأخرجوه واستولوا على بيوتهم وخرج هؤلاء المسلمون إلى المدينة وهناك بني أول مجتمع للسلام بني مجتمع السلام الحقيقي الذي لا مثل له حتى اليوم في الكون وكم أتمنى أن يحاول المسلمون درس مجتمع المدينة المنورة ذاك المجتمع المدني الذي أعد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيقة المدينة المنورة من كان يسكن المدينة كان يسكنها قبائل عربية وقبائل يهودية هذه القبائل العربية اسمهم الأوس والخزرج منهم الكافر ومنهم المسلم واليهود كانوا عبارة عن قبائل بن قينقاع بن النضير بن قريزة هؤلاء حول المدينة وهناك على البعد خيبر كانوا أيضاً يهود وأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاهدة وبينما كان يجلس في المدينة إذ جاءه نبأ أن قريش التي صادرت أموالكم والتي طردتكم من بيوتكم قد أرسلت جزءاً من أموالكم إلى الشام لتتاجر به فخرج لعله يسترد المال الذي أخذ منه وليس ليقاتل أو يقتل أهل مكة وهربت القافلة استطاعوا أن يصلوا إلى الشام وفي طريق العودة كانت هناك بدر الكبرى الأولى وبدر الثانية في بدر الثانية جاء النبي النبأ أن التجارة هي في طريق العودة فخرج ومعه تقريباً ثلاثمائة أو ثلاثة أو سبعة عشر صحابي وصل إلى منطقة بدر فوجد أن التجارة قد هربت ووصلت إلى مكة ولكن قريش غضبت لماذا يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسترد ماله ومال أصحابه فخرجوا من مكة باتجاه المدينة ليحاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما خرج لحربهم هو خرج ليسترد ماله هناك في صعيد بدر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل معركة مع قريش ولكن قريش وصلت مسافة ثلاثمائة وسبعين كيلو متر من البعد عن مكة وصارت على بعد مئة كيلو متر من المدينة المنورة فاضطر النبي إلى أن يبقى هناك في بدر وجاء أبو الحكم بن هشام ويسمى أبو جهل ومعه عتبة وشيبة وغيرهم وقالوا سنصل بدرا ونغني ونعلم العرب أننا خرجنا لنحارب محمد ومحمد هرب من وجهنا ولو عاد النبي يومها من بدر لتابعوا طريقهم إلى المدينة ليغزوها فإذا هو مضطر أن يدافع عن مدينته عن أرضه وإن ذهب ماله وبدأت المعركة وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتجنبها ما استطاع فأعلن عن أسماء إذا رأيتم فلانا وفلانا وفلانا فلا تقتلوهم فإنهم خرجوا مكرهين من أهل مكة وهناك نظر إلى أصحابه الذين ما خرجوا لقتال وما حملوا السلاح إنما معهم عصي ومعهم عبارة عن سيوف صغيرة وما معهم إلا فرسان وعدد قليل من الإبل وكانت هي المدرعات والمصفحات ما معهم شيء فصلى ركعتين ودمعت عيناه وقال اللهم إنهم فقراء إنهم ضعفاء إنهم خرجوا في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم إن تهلكهم فلن تعبد في الأرض بعد والتجأ إلى رب السماء لأنها كمجموعة لا تستطيع أن تقاتل هناك ألف مدججون بالسلاح هناك ألف جاءوا للقتل والقتال والإبادة وهناك ثلاثمائة خرجوا للدعوة إلى الله عز وجل وبدأت المعركة ولا يتم النصر بذلك لأن العدد قليل والسلاح قليل ولكن أليسهم المظلومون الذين خرجوا للسلام لا للقتل فإذا بالملائكة تنزل وكان لأول مرة في تاريخ الملائكة تنزل للقتال فإذا ما بدأ النبي قتالا ولا بدأ حربا إنما هم بدأوا به ولما انتهت المعركة وقتل سبعون من قريش شتمهم واحد من الناس فإذا بالنبي ينظر إلى قل لا تشتمهم إنهم قريش إنهم قومي ودفنهم وعاد إلى المدينة حزينا عليهم لأنهم خرجوا لقتاله وما خرج لقتالهم وفي العام الذي بعده أحد جاءوا إلى أبواب المدينة وصلوا إلى أبواب المدينة المنورة على بعد ستة كيلومتر إذن هو لم يذهب لقتالهم وخرج ليدافع عن نفسه فاستشهد سبعون من الصحابة كان على رأسهم سيدنا حمزة في يوم الخندق جاءوا وحاصروا المدينة المنورة حاصروها حصارا كاملا فراح يحفر خندق لأنه لا يريد قتاله إن النبي دائما ينشر دينه بالحب والسلام لأنه يعلم علم اليقين أن أي دين نشر بالقهر والصيوف سيخرج من القلوب وأي دين دخل بالفهم والعقل وحبات القلوب فسيورسه الآباء والأجداد للأبناء والأحفاد وهذا ما أقوله اليوم لمن أعلنوا في العالم الإسلامي لغة الجهاد على بني قومهم الذين يختلفون معهم في المذهب أو يختلفون معهم في الفكر أو يختلفون معهم في الطريقة أو أحيانا في الحزب فيقتل بعضهم بعضا ويوم فتح مكة صلوات ربي عليه هنا تبدأ معركة جديدة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يختلف فيها أحد ويصل إلى أبواب مكة ويقول واحد من أصحابه اسمه سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة أي سنلتحم مع قريش فيأخذ منه الراية ويقول اليوم يوم المرحمة هل سمعتم حربا عنوانها المرحمة وليس الملحمة اليوم يوم المرحمة لمن ترحم يا رسول الله أرحم من أخرجوني من طردوني من آذوني أرحم هؤلاء الذين قاتلوني اسمعوا يا من تسمون المجاهدين في سبيل الله وكل قتالكم في أرضكم للمسلمين وكم رجونا أن يكون دفاعكم يوما عن فلسطين لتحرروها ممن اغتصبها وممن قتل أهلها جئتم إلى بلادنا إلى بلاد المسلمين إلى بلاد الأمان والسلام فسفكتم فيها الدماء وفتح مكة بلا دماء تصوروا فتح مدينة هي عاصمة العرب يومها بدون دماء واعتقل كل أهل مكة الذين أخرجوا والذين طردوا والذين آزوا والذين حاربوا ماذا سيفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوقفوا أمامه ووقفه على درج الكعبة ونظر إليهم وهو يذكر يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق ويوم بني المستلق ويوم قتلوا سبعين من القراء الرجيع قتلوا مئات من أصحابه وما قتل منهم حاولوا قتله عدة مرات ومن تقم منهم والآن هم أسرى بين يديه أقولها لمن يأسرون بعض الشباب ويقتلونهم وهم يقولون لا إله إلا الله أقول لهم غدا موقفكم عند الله ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكل من قتل منكم فردا واحدا فكأنه قتل البشرية بأجمعها وقف وأمامه أهل مكة أطفالا ونساء وشيوخا وزعماء وهم ينتظرون كلمة حكم الإعدام منه لو قالها لأعدموا ولرأينا ذلك عدالة لأنه أخرج من بيته وقتل عمه ومثل به وقتل سبعون من أصحابه وأخذت أموالهم فبماذا ينتقم هذا الرجل ألا يحق له الانتقام قال كلمته التي سجلتها السماء والأرض عزاء يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم ماذا سأفعل بكم يا من ما تركتم وسيلة إساءة إلا وأوصلتموها إلي فقال واحد من عقال آئهم أنت أخ كريم يا ابن يا محمد أنت أخ كريم لنا فقال الآخر وأنت ابن أخ كريم فالذين أمامك إما إخوتك أو أصدقاؤك أو أعمامك أو أهلك أو عرضك ففعل بنا ما تشاء فدمعت عيناه وقال أقول لكم كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء عودوا إلى بيوتكم لن أقتل أحدا منكم لن أؤذي أحدا منكم أما تعلمتم يا أبناء أمة الإسلام ويا علماء الإسلام هذا الحديث أما تعلمتم هذا الموقف وأنتم تقولون بالانتقام والقتل من بعضكم البعض أما تعلمتم يا حكام العرب والمسلمين وأنتم تطاعون حدودا بين بعضكم البعض وتمنعوا الأخ من زيارة أخيه وتفتحوا بيوتكم وأبوابكم لأعدائكم للغرب نحن أمة شعارنا السلام وأرضنا أرض السلام وديننا دين السلام وما جاء سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى وطاها عليهم الصلاة والسلام إلا بالسلام ووعدنا أن من عاش في هذه الدنيا بسلام أن يدخل دار السلام وأن تستقبله الملائكة وهم يقولون سلام عليكم بما طبتم بما صبرتم فنعم عقب الدار فيا أبناء أمتي يا شباب أمتي يا من حملتم السلاح عودوا إلى القرآن فاقرأوا مية وثلاثة وثلاثين مرة مرت كلمة السلام وخمس مرات كلمة الحرب فأطفئوا هذه الحرب بنور السلام أطفئوا هذه النار بنور حبكم لبعضكم البعض فإن أردتم نشر الدين فلا دين ينتشر بالإكراه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب لذلك كان عنوان حوارنا ولقاءاتنا هي السلام عليكم لأن أرضنا في أمتنا العربية والإسلامية خاصة وفي الإنسانية عامة تحتاج اليوم إلى السلام لا إلى السلاح والقتل ولا إلى هدر الدماء وسفكها فنحن أمة اقرأوا تاريخنا ما قتلنا بعضنا يوما بالملايين وقرأوا تاريخ غيرنا في حرب عالمية أولى وثانية قتل أكثر من ستين مليون إنسان أو ربي قتلوا من بعضهم أما نحن في أرض السلام والحب ورسالات الأنبياء عشنا بسلام فتعالوا يا أبناء العالم إلى أرضنا فنحن نشرنا لكم السلام فلا تشعلوا فينا نار الحرب فمن أشعل في أرضنا نار الحرب ستحرقه بإذن الله لأن الله تعالى جعلها الأرض التي باركنا فيها للعالمين فمن هذا السلام أحب أن أسمع من بعضكم شيئا عن السلام وعن لغة الجهاد والقتل والتكفير والحرب التي يستعملها الآخرون فأنا مصغن إليكم نبدأ يتكلم الآن تفضل بسم الله الرحمن الرحيم سيدي سمعنا من خلال محاضرات سابقة لجنابكم عن أنواع الجهاد قلتم جهاد الكلمة وجهاد النفس وجهاد السيف ما هو السر أن النبي صلى الله عليه وسلم بخلال فترة إقامته بمكة المكرمة وقبل الهجرة لم يستعمل إلا نوع جهاد الكلمة والتربية ما هو السر في ذلك؟ الأصل في الجهاد هو جهاد الإقناع وأن تبدل جهدك في إيصال ما تريد لتكسب من أمامك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل الأنبياء ما أحبوا قتل أعدائهم إنما أحبوا أن يغيروهم ويسبحوا أصدقائهم وأحبابهم فمهمة الأنبياء إرسال كلمة السلام للإنسان لا قتل الإنسان لذلك في مكة كان يصبر عليهم وفي الطائف دعا لهم ولما صار في المدينة ما حاول أن يذهب إليهم في قتال فكان جهاد الكلمة هو جهاد الإقناع أنا أعتبر السيف من حمل السيف هو لم يستطع أن يقنع الآخر بحجته ولم يستطع أن يوصل له الخير بكلمته فغضب هذا الآخر فجاءه بالسيف فحمل الرسول السيف ليدافع عن نفسه لا ليقتل الآخرين فما من نبي حمل السيف ليقتل إنما حمل السيف ليدافع عن نفسه فالأمة المؤمنة لا تحمل السيف لقتال الآخرين لذلك الله عز وجل حين قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم ما قال واقتلوا قاتلوا أي دافع عن أنفسكم كما يأتون لقتالكم فإن استطعتم أن تقاتلوهم بالكلمة فتنتصر عليهم فهذا أفضل القتال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها ما قال لأن تقتل ما رأيت أجرا لقاتل ولكن رأيت أجرا هو الجنة لمن أنقذ مقتولا لمن أنقذ الناس من القتل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فجهاد النفس هو أقوى جهاد ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس ولذلك النفس في فجورها قاتلة لصاحبها فتعال نقاتل أهواءنا ونفوسنا لننتصر عليها أولا ثم ننتصر على الآخرين بالإقناع والحجة والحب والإيمان وبعدها ينقلب هذا الكافر بنا إلى مؤمن فقد دخل في يوم فتح مكة والنبي يطوف كان وراءه شاب حاول اغتياله بعد أن عفى عنهم ما اسمه؟ فضالة يقول فضالة وضعت خنجري وبدأت أمشي وراءه بعد أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء حاول اغتياله وهو جريمة حرب كبرى والنبي يطوف فالتفت إليه وقال يا فضالة بما تحدث نفسك قال أطوف يا رسول الله قال بل تقول الآن أطعنه الآن أطعنه قال لا قال اقترب ووضع يده على صدره وقال اللهم اشرح صدر فضالة للإيمان يقول فضالة فوضع النبي يده على صدري وما في الكون أبغض إلي منه ورفع يده عن صدري وما في الكون أحب إلي منه لذلك يا سادتي يا إخوتي هذا الجهاد في أن نصل إلى الآخر عن طريق الحب والكلمة والنصح هو قمة الجهاد في سبيل الله فتعالوا نأخذ السلم والسلام ونترك الحرب والاقتتال في حداء رسولات شيء فضل السلام عليكم السلام عليكم سيدي المشكلة نحن نعلم تماما أنها ليست في الإسلام وليست في الشريعة الإسلامية ولكن المشكلة عندما أقرأ الآية قال تعالى وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة ورباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ثم أرى تفسيرا لهذه الآية تفسير منحرف لهذه الآية وهي مما مرس الإرهاب وقطع الرؤوس وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون قال دائما حينما تعد نفسك علميا وفكريا وثقافيا وصناعيا وتجاريا يمتنع العدو من أن يقاتلك وتستطيع أن تصل إليه بصناعتك وكلمتك لذلك هم أعدوا لنا القوة الآن ودخلوا على بيوتنا بكل شيء فحاربونا بصناعتهم وعلمهم وانهزمنا أمامهم فاليوم علينا أن نعيد النظر لا بتصنيع السلاح إنما بتصنيع ما يمنع عدونا من أن يقاتلنا فالذين الآن يطلبون من العالم إرسال السلاح إلى البلدان العربية والإسلامية ليقتل أبناء الأمة بعضهم بعضا أنا أنادي اليوم أنه يجب منع إيصال أي قطعة من السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط يحرم شرعا لا لإسرائيل ولا لنا أن لا نرسل سلاح ثم نبدأ بالتفاوض على الحقوق بالقوة وأن يمنع إنتاج سلاح نووي أو ألغام أو أي سلاح عام أن نمتنع عن صنعه وأن نمتنع عن إيجاده فإذا أبوا علينا فنصنع السلاح لا لنقتلهم فيه إنما لندافع عن أنفسنا فإذن هنا السؤال هنا سيدي بعض التفاسير لهذه الآية تبيح الإرهاب مع اختلاف مصطلح العدو يعني نرى تفاسير منحرفة لهذه الآية بأن الإرهاب مشروع طالما أنه العدو والعدو للأسف هو أخوك المسلم الذي يختلف معك فكريا أو مذهبيا هذه الفكرة اليوم يحملها أناس يريدون أن يجعلوا من الدين واسطة أو جسرا للوصول إلى أهوائهم وشهواتهم فهم من قتلوا سيدنا الحسين وهم من قتلوا سيدنا عثمان وهم من قتلوا سيدنا علي فماذا جنوا من قتلهم وقتلوا الآئمة وقتلوا العلماء هم أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات لذلك نحن مرجعنا القرآن وليس تفسيراتهم فالإنجيل الذي جاء إلى سيدنا عيسى إنجيل واحد ثم صار عشرة أناجيل وقرآننا واحد ثم جعلوه مئة مذهب ومذهب فلنعود إلى القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحياته كيف فعل النبي فهو قدوتنا لا هؤلاء قدوتنا لذلك سنبقى بالسلام بإذن الله وحين يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله أيها الأحبة سلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نفسه وزاته انتقل هذا السلام ليعامل به الكون كله عامل به أهل مكة فيما تحدثنا به قبل قليل ولكنه أيضا نبه الأمة الإسلامية إليه في آخر ركن من أركان الإسلام في حجة الوداع لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة ليحج في آخر عام من عمره صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة ثم جاء بعدها محرم وصفر ثم جاء بعدها ربيع وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قبل وفاته بأربعة أشهر تقريبا وصل إلى مكة وهناك اجتمع أمامه أكثر من مائة وعشرين ألف مسلم وصارت مكة كلها تسبح لله الواحد وتحمل راية الشريعة الإسلامية التي حملت كل رسالات السماء فالبيت الذي يطاف حوله هو بيت إبراهيم عليه السلام الذي بناه خليل الرحمن للناس صعد رسول الله إلى عرفات وهناك خطب تلك الخطبة الشهيرة وفي اليوم الثاني خطب خطبة وفي يوم من الثالث خطب أيضا خطبة كان عنوانها أيها الناس في أي شهر أنتم في أي بلد أنتم في أي يوم أنتم فصار الناس ينادون نحن في الشهر الحرام في يوم عرفة في البلد الحرام إذن أنتم في كل شيء محرم وإذا به ينتقل مباشرة إلى الدماء فيقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم شهد أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام يا أبناء عالمنا الإسلامي أدرسوا هذه الخطبة مرة أخرى واجعلوها في مساجدكم وفي عقولكم وفي قلوبكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فكيف يا أبناء العالم الإسلامي يستحل بعضكم دم بعض ويستحل بعضكم مال بعض ويستحل بعضكم عرض بعض كيف نسيتم دعوة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حتى دماء الآخرين من أهل الكتاب من الكفار والمشركين دماؤهم حرام عليكم إذا لم يقاتلوكم إذا لم يعتدوا عليكم فإن الله تعالى قال إنه لا يحب المعتدين أن تبدأ بنفسك لتعتدي على الآخر قال من أجل نشر كلمة الله قل إن كلمة الله الله قادر على نشرها بغيرك وبدونك ولكن الله تعالى قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين أنت تكرههم على ذلك فلا إكره في الدين فالذين يريدون نشر الدين أو الفكر أو المذهب أو الطريقة أو الحزب بقهر الناس أقول ويحكم الله تعالى هو القادر على أن ينشر ما يريد بقدرته فما نشرها بقدرته حتى مع إبليس يوم تحدى الله تعالى وقال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أنا سأضل الناس لما لم يأخذه من رقبته ويقتله الله قادر على ذلك ولكنه تركه ليقول له سأجعلك امتحاناً للمؤمنين وسأجعل منك امتحاناً للصادقين ستقول لما امتحننا أقول لما تمتحنون بعضكم في العلم لما تمتحنون بعضكم في الوظائف لما تمتحنون بعضكم في المال فالامتحان هو درجة ليس ليقتل بعضنا بعضاً إنما ليحرّض بعضنا بعضاً على العمل فالإيمان والكفر عملية تحريض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذا الدفع هو الذي يجعلك تتمسك أكثر فلذلك حينما قال إبليس فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قال إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ المخلصين من هو؟ يوسف عليه السلام الذي أبى الخطيئة وأبى الرزيلة وأبى الخيانة سماه الله تعالى إنه من عبادنا المخلصين لذلك قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لم يقل له إلى يوم الدين إلى يوم الوقت لأنه طلب أن ينظر إلى يوم القيامة ولكن الله قال لا لا أنظرك إلى يوم القيامة أنظرك إلى يوم وضعت فيه أجلك حينما أقرر موتك ستموت يا إبليس فلماذا لم يجعل الله الناس يدخلون في الدين كرهة وإنما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قل لأهل المدينة من اليهود والنصارى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أما أهل مكة فقل لهم لكم دينكم ولي دين لأن دينكم من صنعكم فهناك في الكون دينان دين صنعه الإنسان أوسانا وأصناما وأفكارا ودين صنعه الديان رسالة حب وسلام وإيمان فما جاء به إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هو دين واحد دين الله وما جاء به أولئك الذين صنعوا أصناما وصنعوا آلهة يعبدونها نقول لهم لكم دينكم ولي دين أما ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة أهل الكتاب هل قاتلهم هو أجر معهم معاهدة فغدروا بالمعاهدة بنو قريزة غدروا به وقت الحرب بنو قينقاع غدروا بمسلم وقتلوه بنو النضير غدروا بالنبي وأرادوا أن يلقوا عليه حجرا إذن هم نقضوا المعاهدات ولم ينقض النبي معاهدة واحدة فما بدأ النبي حربا ولا قتلا ولا قتالا قط لذلك حينما وقف في مكة ويقول للأمة إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام هو يضع دستور الأمة الإسلامية والإنسانية والعالمية هو قانون عالمي الآن يقولون بحقوق الإنسان يقولون بالأم المتحدة والله في خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي معاهدة المدينة المنورة كل القوانين التي يضعونها بل هي أوسع بكثير لأن تلك القوانين توضع من دول كبرى لتحكم الدول الصغرى بينما قوانين الأنبياء هي قوانين إلهية لكرامة الإنسان وحرية الإنسان وسعادة الإنسان عاد النبي من مكة إلى المدينة وبقي فيها عدة أشهر لا تتجاوز الخمسة ثم بدأ يتهيأ للوفاة فبماذا ينهي حياته بأي خطاب ينهي حياته هذا النبي صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ليلة فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأنور دعا علي والعباس وفي رواية قتم بن العباس واستند عليهما وخرج إلى المسجد والناس قد ملأوا المسجد ينتظرون خروج النبي وشفاءه صلى الله عليه وسلم وجلس مصليا للفجر مع الجماعة أبو بكر يأم الناس وأبو بكر يأتم بالنبي الجالس أمامه فيسمعون صوت أبي بكر وأبو بكر يقتدي بالنبي الذي جلس أمامه فلما انتهى جلس على درجة منبره الأولى لأنه لم يستطع الوقوف من شدة الحمى ونظر إلى الناس وقال أيها الناس إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يبقى في الدنيا ما يشاء وبين أن يذهب إلى رحاب الله فاختار جوار الله ورحابه أيها الناس من جلت له ظهرا فهذا ظهري فليجلد اسمعوا يا من قتلتم الناس يا من هدرتم دماء الناس يا من جعلتم الدين قتلا وتدميرا وإزلالا للبشر يا من جعلتم كلمة الله أكبر بدل أن تكون عشقا وحبا وانتصارا على المظلوم على الظالم من المظلوم جعلتموها خوفا في القلوب هذا نبينا نبي المرحمة يقول من جلت له ظهرا فهذا ظهري فليجلد فيقوم صحابي ويقول يا رسول الله كنا في سفر وكان بيدك قضيب وكنت عاريا عاريا الصدر فتقدمت على الصف فلكزتني بقضيبك وآلمتني يومها يا رسول الله فأقدني منك ما دمت تقول قوموا فاضربوني أنا عندي حق عليك يا رسول الله أنت يومها ضربتني فآلمتني فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أهناك قضيب أعطوه لسواد فأخذ القضير واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم والناس في حالة زهول ليسمع كل ظالم في الدنيا هذا رجل عاش حياته ثلاثا وستين سنة ما ظلم حيوانا ولكنه في لحظة الموت خاف أن يخرج من الدنيا وقد ظلم إنسانا فكيف بمن قتل أو سفك دما واقترب هذا الصحابي من النبي والعصاب يدي والنبي بثوبه فلما اقترب قال يا رسول الله ضربتني وأنا عار فاكشف عن بطنك فاكشف الرسول عن بطنه وقال تقدم وزهل الناس بل بكى بعض الصحابة أيمكن أن يضرب النبي أيمكن أن يجلد النبي وهو الذي أنقذ البشرية بأجمعها واقترب الصحابي منه حتى لم يبق بينهما حجاب ولا جزء من الفصل فألقى بالقضيب وراح يقبل صدر النبي ويقول يا رسول الله خفت أن تذهب من الدنيا ولا يمس شيء مني شيئا منك أفعل ذلك لتذكرني عند ربك لتذكرني عند ربك وضمه النبي إلى صدره وقال سامحني إذن قال يا رسول الله أسامحك وأنت الذي جعلت البشرية كلها في سلام وأمان ثم التفت إلى الناس وقال أيها الناس من أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه فقام رجل وقال يا رسول الله مر بك فقير في أحد أزقة المدينة وطلب منك مالا فما وجدت فالتفت إلي فكان معي دراهم فأخذتها مني وأعطيتها له فهذا عندك قال يا عمي يا عباس أعطه ذلك فإني لا أعلم أي لا أذكره قم فعطه هذا المال ثم قال أيها الناس من شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتم سيدي يا رسول الله أي عرض وأنت الذي قدست الأعراض وحفزت الأعراض وحفزت الأنساك وحفزت الدماء وحفزت الأموال وعلمت أمتك أن كل شيء يوم القيامة يغفر من حق الله أما حق البشر لا يغفر إلا أن تؤدي حق ما أخذته من الناس فلذلك غادرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول تلك الكلمة إن الله سائلكم عني يوم القيامة فماذا ستقولون عني ماذا سنقول عنكم يا من قتلتم الناس ماذا نقول عنكم يا من قتلتم أبناءنا وشككتم في عقيدتنا ودمرتم أوطاننا ماذا نقول عنكم يوم القيامة ماذا نقول عنكم يا من جلستم في أوروبا وأنتم تحردونها على تدمير بلاد المسلمين ماذا نقول عنكم فماذا يقال عنك يا رسول الله ماذا يقال عنك قال إن الله سائلكم عني فماذا تقولون قالوا جميعا يا رسول الله نقول جزاك الله عنا خيرا إنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة فرفع يده إلى السماء وقال اللهم اشهد اللهم اشهد ثم انطلق إلى بيته ليقول لجبريل ولملك الموت تفضلوا فأنا جاهز للقاء ربي سلام عليك يا رسول الله وأنت تحرم سفك الدماء وتحرم سرقة الأموال وهتك الأعراض وتدمير الأوطان فأين من أمتك اليوم من يسمع هذا الخطاب وأين مساجدنا لتنير بهذا الفكر بأن السلام هو شريعتنا وأن الحرب هي للدفع الظلم عنها وأن الاقتتال هو لندفع عنا لا لنقتل الآخر فإذا فعلنا ذلك سيكون شرف العظيم لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فيا شبابنا يا إخوتنا يا أخواتنا هذا هو طريق السلام وهذا طريق الإسلام وهذا طريق الأنبياء الذي يجب أن ترضعوه لأبنائكم وتعلموه أحفادكم ليعيشوا بسلام وستبقى بلادنا هي أرض السلام والإيمان إن شاء الله هل لأحدكم سؤال تفت بلادنا يعني شوهوا هذا الإسلام الحقيقي وبعض الناس للأسف الشديد يعني دور الشاشات طبعا بتشويه فكر الإسلام وسلامه وأخذنا إلى ساحة الحرب والاقتتال فيما بين بعضنا البعض وتبرير وجود عدونا بيننا يعني هناك بعض المفاهيم خاطئة عن بعض الناس سؤال التاني من هو الشخص الذي يحدده الشريعة الإسلامية ما هو الشخص؟ الشخص الذي يريد يحدده الشريعة الإسلامية بإفتاء بإفتاء بالقتل والتكفير من يحق له أن يفتي بتكفير الناس وإضلالهم وسفك دمائهم أهلا في حدث فضة شابر بسم الله الرحمن الرحيم سيد الكريم منذ 15 سنة كنا نسمع وزير تخارجية أمريكا كوندوليزا رايز يومها تهيئ لما تسميه الفوضى الخلاقة في بلادنا في بلاد المسلمين واستغربنا يومها هذه التسمية إلى أن رأيناها في أيامنا هذه في كل العالم الإسلامي وبدأت من يومها لإعدادات إعلاميا وغير إعلاميا مستغلين الفساد والظلم في بلاد المسلمين جميعا وأشعلوا هذه الحروب واليوم نرى الزنوج قد انتفضوا في أمريكا هل ارتدت نارهم عليهم وهل بلاد الشام التي هي كنانة الله في أرضه ارتدت النار التي رمونا بها إلى بلادهم وجزاكم الله خير الجهاد الذي سألت عنه الأخت فسرت جزءا منه أنه بدل الجهد في حياة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن هذا الرجل الذي خرج يعمل مزارعا إن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على عياله فهو في سبيل الله أي هو مجاهد في سبيل الله ومن يسعى لبناء الوطن فهو في سبيل الله لذلك كلمة الجهاد مأخوذة من بدل الجهد في الحياة والبناء والعطاء لا في القتل فالتحديد كلمة الجهاد في القتل وخصوصا هذه القنوات الفضائية التي حولت منذ عشرين سنة حتى الآن العدو إلى صديق والأخ إلى عدو فلذلك دورنا أن نقف أمام هذا الإعلام بإعلام يعلم الأخلاق والقيم والسلام وأن نعيد تفسير كلمة الجهاد والتكفير لمنهج قرآني سليم أما بالنسبة لأوروبا وأمريكا ومن صنعوا الآن هذه الحروب باسم الإسلام أقول لأوروبا الآن نحن من أرسلنا لكم نور الإيمان فالمسيح في أرضنا خرج وأشرق على بلادكم وابن رشد والغزال والأندلس هي التي علمت أبناءكم أرسلنا لكم النور والسلام واليوم ترسلون لنا النار لتحرقوا أرضنا فلن نرسل لكم النار إنما سيبقى النور هو طريقنا وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يوم القيامة حينما يمر المسلم أو المؤمن على الصراط ماذا تقول النار تقول يا مؤمن يا مسلم جز فقد أطفأ نورك لهبي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام في صلاتنا نقول السلام عليك أيها النبي ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتي أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله أن ينشر السلام في عالمنا إنه سميع مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة